يزدل الستار على عام 2018 لكنه كان عاماً مليئاً بالأحداث ومنها محاولات الاغتيال السياسي الفاشلة التي طالت رؤساء دول وحكومات واستخدمت فيها أسلحة متنوعة من السكين إلى القنابل ففي شهر مارس 2018 انفجرت قنبلة وضعت على قارعة الطريق أثناء مرور موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله في منطقة بيت حنون شمال قطاع غزة وأسفر الانفجار عن إصابة سبعة أشخاص وتهشيم سيارتين لكن الحمد الله الذي نجى من محاولة الاغتيال لم يقطع زيارته وألقى خطاباً قائلاً لن يمنعنا هذا من مواصلة الطريق نحو إنهاء الانقسام وطلب حماس بالتمكين الكامل والفاعل للحكومة لسيما الجباية والأمن والقضاء وفي شهر يونيو شاهد العالم أجمع لحظة انفجار منصة كان رئيس زيمبابوي أمرسون مننجاكوا يقف عليها ملقياً خطاباً أمام تجمع انتخابي ولم يصب الرئيس بأذى وأخرج من موقع الحادث وهو ما جعل البعض يلقب يوم الثالث والعشرين من يونيو 2018 بيوم الاغتيالات السياسية الفاشلة في إفريقيا ففي الشهر ذاته ثلاث دقائق فقط هي من أنقذت حياة رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد الذي تعرضت المنصة التي غادرها إلى إلقاء قنبلة وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة العشرات وأعلنت السلطات لاحقاً أن قيادات سابقة في جهاز الاستخبارات خططت ومولت عملية الاغتيال الفاشلة وفي الرابع من أغسطس كان الرئيس الفانزولي نيكولاس مادورو يلقي خطاباً أمام حجد عسكري عندما دخلت طائرة مسيرة تحمل متفجرات إلى المكان وانفجرت ما تسبب بإصابة سبعة جنود بالقرب من الاحتفال العسكري وأخرج الحرس الرئيس الفانزولي من المكان سالماً ومن القنبلة إلى السكين وهي الأداة التي خططت خلية مكونة من أربعة أفراد لاستخدامها في اغتيال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شهر نوفمبر اثناء مشاركته في التحضير لمراسم انتهاء الحرب العالمية الأولى والتي حضرها العشرات من زعماء وقادة الدول